بس ممكن قبل ما أنسى هذا الأخ اللي سأل اللي اتصل يمكن من النجدة أو الحجاز حول أنه الرواية أنه كانوا يتبركون بعر جمل عائشة خلي سجل عندك يا أخانا الكريم إذا تسمع هذه المصادر وانظر المصدر الأول تاريخ الطبري الجزء الثالث الصفحة 530 الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزء الثالث الصفحة 247 امتاع الأسماع للمقريزي الجزء الثالث عشر الصفحة 245 الفتوح لابن أعثم الجزء الثاني الصفحة 481 يروون هذه الرواية عن أبي البختر الطائي قال أطافت ضبة والأزد بعائشة يوم الجمل قبيلتا ضبة والأزد أطافتا بعائشة يوم الجمل وإذا رجال من الأزد يأخذون بعر الجمل فيفتونه ويشمونه ويقولون بعر جمل أمنا ريحه ريح الميس حس أنت قد تعتذر تقول هذا كان تصرف الجهلة عائشة فوق الجمل وهذا الجمل أجل لكم الله من ذلك الطرف يخرج فضلاته وهؤلاء يأتون ويشمونه ويتبركون هكذا ويقدسون هذا الخرء هذا خرء الجمل ولكن الإشكال الذي يتوجه إلى عائشة أنه لو لم تكن مقتنعة بهذا الذي يجري وكانت ترى فيه شركا كما يرى مثلا الوهابية وأشباههم من أنه تبرك بالأشياء اللي من هذا القبيل خصوصا شيء خسيس مثل هذا يعد من الشرك حسب نظرهم فلماذا لم تنكر عليهم وقد كانوا يطوفون بها يعني تراهم هي مو أنه القضية هكذا فيا أخي إن شاء الله الله عز وجل يهدين وإنه